بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج فتاوى مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ عبدالله ابن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدوان الملكة السلام عليكم يا شيخ عبدالله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حييك تحية مباركة طيبة كما أحيي إخواني ألقائي من ببث هذا اللقاء وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وأحيي سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أسنا وأن يوفقنا ويعصمنا من الخلل والزلل إنه ولذلك والله المستعن حياكم الله معالي الشيخ ونذكر الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للرسائل عبر الرسائل النصية والويتساب صفر خمسة صفر واحد سبعة ثمانية خمسة خمسة ثلاثة ستة على بركة الله نبدأ هذه الحلقة معالي الشيخ عبدالله هذا يسأل عن طلب النسل عن طريق الأنابيب هل يجوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل الباطل ويجنبنا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فاهمنا سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق أنت ولينا وأنت مولانا عليك توكلنا وإليك أنا ابن وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الإجابة عن هذا السؤال هو أنه لا يظهر لنا مانع من أن يكون طريق ابتغاء الولد أو أن يكون لنا عدة طرق من طرق ابتغاء الولد طالما أنه مبني على حفظ النسل فمعنى يعني هذا إذا كانت المسألة مبنية على حفظ النسل بحيث أن المادة المنوية محفوظة لا يتصرف فيها إلا فيما بين الزوج وزوجته إذا كان كذلك فلا يظهر مانع لأن المسألة الآن حسب ما فهمنا أنها مبنية على أساس أنه تأخذ خلية أو خلايا منوية ويجعل معها بيضة الزوجة نفسها ثم بعد ذلك تجعل فيه أنبوب ثم بعد أن يتم تلاقح هذه الخلية المنوية مع هذه البيضة بعد ذلك ينقل ما في هذا الأنبوب إلى الرحم المرأة نفسها إلى الرحم الزوجة في نفسها إذا كان كذلك فهذا لا يظهر فيه مانع ولكن ينبغي أن يكون ذلك بشروط الشرط الأول أولا أن يكون هنا أن يكون الغائم بعمل هذا طبيب موثوق ذو أمانة وذو خبرة وذو جانب أخلاقي هل كذلك ناشترط الإسلام أو ناشترط الإسلام كذلك بعض أهل العلم قالوا وأن يكون مسلما فهذه ناحية ناحية الثانية أن لا يكون هناك أي سبب من أسباب اختلاط الأنساب فيما بين الرجل وزوجته من حيث مثلا أن يكون هناك بقايا أو شيء من هذا فيعني تستخدم لإمرأة ثانية ونحو ذلك فالحاصل أنه ينبغي أن يجوج ذلك لكن بشروط تحفظية واحترازية من أن يكون في ذلك ما يؤثر على النسل والله أعلم جزاكم الله خير مع الشيخ عبد الله وهذا يسأل يقول كان الصحابة يقولون كنا نعزل والقرآن ينزل يسأل يقول هل يشترط أو يشترط لجواز العزل إذن الزوجة والله الذي يظهر والله أعلم أنه لا يشترط لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما استأذنه أصحابه في أن يعزلوا أذن لهم بذلك وقال ما معناه إن الأمر بيد الله ليس لكم يعني ممكن أن يكون منكم العزل وبذل الأسباب في سبيل اجتناب النسل ولكن الله يفعل ما يشاء فإذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم والله يفعل ما يشاء لكن هل يعتاج ذلك إلى إذن الزوجة أو لا يعتاج رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يشترط عليهم في جواز العزل إذن الزوجة وبعض أهل العلم قال بإشتراط إذن الزوجة لأنها كذلك لها مصلحة في النسل كما أن الزوج له مصلحة في النسل نفسه فالحاصل أن المسألة خلافية بين أهل العلم ولكن الذي يظهر والله أعلم أن له الحق في أن يعزل وفي نفس الأمر يستند على قوله صلى الله عليه وسلم ويعني حينما أذن لأصحابه بذلك وقال ويفعل الله ما يشاء والله مستهد أحسن الله إليكم يا شيخ عبد الله هذا سائل آخر يقول هل يجوز للطبيب أن يرى من المرأة المريضة ما يراه زوجها نعم الذي تجه إليه مجموعة من أهل العلم أن للطبيب أن يرى من المرأة ما يلزمه رؤيته لعلاجها لعلاجها فعلى كل حال فنحن نرى الآن مجموعة من النساء التي يلدنا أو التي لديهن أمراض في أرحامهن ونحو ذلك يتوله رجال ويتوله نساء لكن الأفضل والأتم والواجب كذلك إذا وجد نساء يعني طبيبات فهذا يجب أن يكون يعني يفضلنا على الرجال وأما إذا لم يوجد وجدة الضرورة فالضرورة تبيع المحظورات يا شيخ عبد الله بارك الله فيكم هذا السؤال كثيرا ما يصل ويأتي إلى البرنامج والسؤال هو هل تجوز للمزكي أن يدفع من زكاته مساهمة في دية عمد تنازل أهل القتيل في مقابل عشرات الملايين هذا أولا لا يخفى بأن الزكاة أهلها معروفون ثمانية أصناف ومنهم يعني على كل حال منهم الغارمون وفي الرقاب لكن ليس في هذه الحال لا غرم ولا رقبة وإنما فيه عدوان على نفس بغير حق وعلى سبيل العمد فإذا هذا ما جزاؤه ليس جزاؤه أننا نلتمس العفو أو نلتمه على كل حال يعني نبذل كل أسباب الضغط على أولياء الدم في أنهم يتجاوزون أو يعفون سواء كان ذلك بدون مقابل أو بمقابل أو بمقابل فاحش فعلى كل حال صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين القود أو الدية أو العفو فعلى كل حال لكن لكن إذا كان هذا إذا كان هذا الصلح لا يتم إلا بمبالغ كبيرة وبإغراء فعلى كل حال كونه يأتي من يدفع هذه الأموال أو هذه الديات يدفعها من تلقاء نفسه وبدون أن يكون من الزكاة فلا يظهر في ذلك مانع لكن إن كان من الزكاة فالزكاة ليست حقا لمن يدفعها وإنما هي حق الله سبحانه وتعالى وهي عنده أمانة فعليه أن يدفعها إلى المحتاج إليها وليس القاتل قتلا عمدا ممن يجوز دفعها إليهم لا سيما إذا كانت هذه الدية مثلا في عشرات الميلي عشر مليون خمسة عشر مليون عشرين مليون بل سمعنا قبل شهر أو شهر ريال بأن الدية دفعت أو تم الصلح عليها على أساس أنها خمسة وخمسين مليون أو شتين مليون فعلى كل حال منين يدفعها بيحصل على هذا المبلغ لم يحصل علىه إلا من زكوات نقول الزكوات التي تدفع لهذا الغرض هي في الواقع لا تبرأ الذمة بمن يدفعها فكأنه لم يزكي فعلنا أن نتق الله الله سبحانه وتعالى ماذا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤك مش جزائه جزائه نحن ناخد ملايين الناس من زكواتهم أو جزائه فجزائه من يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة كم؟ جزائه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم ومصيره فعلى كل حال يعني فينبغي لنا أن نتقل الله سبحانه وتعالى وأن نعرف أولا بأن القاتل عمدا عدوانا هذا ظالم وباغي ولا يجوز لنا أن نقف في صف الظلمة والبغاة ومن يعتدون على دماء عباد الله هذا الناحية الثانية أن الزكاة حق الله ليس لدافع الزكاة فيها عقل وإنما هي أمانة عنده وفي عنقه أي إن أداها التعديها الصحيحة برئت ذمته وإن تساهل في تأديتها فتصرفه غير صحيح ولا تزال من ذمته متعلقة بها الله أعلى جزاك الله خير يا شيخ عبد الله طيب يا شيخ نلاحظ أنه من زمن إلى زمن يختلف مقدار هذه الدية ما وجه ذلك؟ وجه ذلك هو أن الأصل في الدية دية شبه العمد أو الخطأ والدية هي مئة من الإبل والإبل إذا أردنا أن نأخذ بأسعارها فهي تختلف ففي وقت كانت مثلا المئة بثمانمائة درهم المئة وصلت إلى عشرة ألاف ريال وصلت إلى عشري وصلت إلى مئة وصلت إلى كذا حتى أنها اليوم بثلاثمائة ألف حريال والدية المغلبة كذلك تزيد عن ذلك وبناء على هذا فنفس زيادتها ليست أنها منصوص على القيمة وإنما النص على الإبل والإبل تزيد قيبتها وتنقص وبناء على هذا فتزيد الدية وتنقص من حيث الثمن أحسن الله إليكم هذا السائل يقول رجل اشترى سلعة من آخر مرابحة ثم حصل أن أبلغ بائع السلعة أنه اشتراها وعليها خصم فمن يستفيد من هذا الخصم وإذا كان هذا الخصم قبل العلم قد حسب له ربح فلمن يسقط عنه هذا الربح هذه الحقيقة مسألة جيدة والسائل يشكر عليها وفي نفس الأمر مجموعة من المؤسسات التجارية قد تغفل عن هذا الشيء وهذا ما يكون إلا في مبايعات الأمانة ومن مبايعات الأمانة المرابحة والمرابحة ما معناها؟ معنى المرابحة أنني أبيعك هذه السلعة بما قامت عليه زائد هامش ربحي أتفق أنا وأنت على مقدار هذا الربح فبناء على هذا فأنت الآن بعتني هذه السلعة على اعتبار قيمتها عليك فإذا تبين بأن عليها خصم وأن الذي باعها أولاً باعها على الذي باعها عليه الذي باعها لم يذكر الخصم إلا أخيراً أو لم يبلغ به كأن يكون عامل بيع ونحف ذلك فالحاصل أن هذا المبلغ الذي خصم من قيمة هذه السلعة يجب أن يستفيد منه المشتري الأخير المشتري الأخير وإذا كانت كذلك هذا المبلغ الذي خصم قد أخذ له فائدة فينبغي كذلك أن يخصم هذا المبلغ الذي هو خصم وأن تخصم فائدته من المبلغ الذي استحق على الدائر أخيراً نعم علي الشيخ عبدالله هذا يسأل عن ساعة الإجابة في يوم الجمعة متى تكون وهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث نعم اختلف العلماء رحمهم الله في اعتبار هذه الساعة هل هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل الصلاة؟ بعضهم قال إنها عند بدء الإمام أو قبيل بدء الإمام بالخطبة هذا قول وبعض أهل العلم قال بأنها آخر ساعة من يوم الجمعة بمعنى أنها آخر ساعة قبل غروب الشمس وعلى كل حال فالرأيين ممكن على كل رأي من هذين الرأيين له مستند لأهله القائلين به وفي نفس الأمر ممكن الإنسان أن يجمع بين الأمرين ويحصل على كل حال إن شاء الله تعالى على إجابة الدعوة في أي من الأمرين أم جزاكم الله خير مع علي الشيخ عبد الله ومن الأسئلة أيضا التي وردت إلى البرنامج هذه إحدى الخوات تسأل تقول هل طلاق الحائض يقع أم لا؟ هذا محل خلال بين العلماء أولا طلاق الحائض وكذلك طلاق المرأة في طهر جامعها زوجها فيه هذا يعتبر طلاق بدعة وباتفاق أهل العلم بأنه طلاق بدعة وأنه لا يجوز هذا بالإجمع لكن يختلفوا هل يقع أو لا يقع مجموعة من أهل العلم أو جمهور أهل العلم يقولون بوقوعه وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء فصدر قرار الهيئة بأن الطلاق في الحيض أو في الطهر المجامع فيه المطلقة يقع مع إذم المطلق وبناء على هذا فالذي نفتي به أنه يقع وعلى كل حال ووجد من علمائنا من يفتي بأنه لا يقع كشيخ الشيخ عبدالعز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وسماعة المفت الحالي كلهم يقولون بعدم وقوعه ولكن هذا كله مخالف لقرار هيئة كبار العلماء الذي صدر في عهد الشيخ عبدالعز بن باز وفي عهد الشيخ عبدالعز بن حميد وفي عهد الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهم ومع ذلك هم صحيح أنهم أبدوا تحفظهم نحو القرار على كل حال بالوقوع ولكن الأكثر من هيئة كبار العلماء قالوا بوقوع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جمعت فيه المطلقة ومع الإجماع على أن من يطلق في هذه الحال فهو آثم أحسن الله إليكم مع علي الشيخ عبدالله هذا يسأل بارك الله فيكم ويقول إذا ذهبت إلى العمرة وبقيت هناك نحو إسبوع هل يلزم المعتمر طواف للوداع هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله لكن الذي عليه جموع على أن طواف الوداع واجب في الحج لا في العمرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر مجموعة عمرات ومع هذا لم يقل ليكن آخر أهدكم بالبيت وإنما قال ذلك في الحج فأخذ من هذا أهل العلم على أن طواف الوداع واجب في الحج فقط دون العمرة وقد عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء ولم يصدر من الهيئة قرار باعتبار أن المسألة خلافية وأن لمن استشكل أن يسأل وأن يأخذ بما يفتي به من سأله إذا كان أهلا للفتوى بارك الله فيكم مع علي الشيخ أنتقل إلى سائل آخر السائل أبو سلطان من أم القرى يقول هو أن والدي توفي وزوجة والدي لها أولاد من غير أبي هل لهم ورث من أبي ترجو التوجيه؟ يعني كان الأولاد الذين هم أولاد هذه الزوجة التي توفي زوجها وهؤلاء الأولاد ليسوا أولاده لا لا أبدا ليس لهم حق في الإرد لأنهم ليسوا أولاده وإنما هم ربائب أو أرباب كذلك أن الربائب النساء طيب سؤاله الآخر يقول أنا سافرت إلى جدة وأنا من سكان أيضا المدينة هل أحرم من جدة؟ أنت نعم إن كنت في جدة وقد أنشعت نية الإحرام فأحرم من جدة لا هو من المدينة لا هو من المدينة لكن إذا كان في جدة وأما إذا كان الله أنشأ العمرة أنشأ نية قصد العمرة من المدينة وفي نفس الأمر ذهب من المدينة إلى جدة فنقول تجاوز الميقات بلا إحرام فعليه دم أحسن الله إليكم إذا أحرم من دون مدينة وقد قصد العمرة أو الحج هذه أم فجر تقول الزوج توفي وعليه صيام رمضان كامل وتوفي وهو في مرضه هل علينا صيامه أو نتصدق عنه؟ إذا كان أفطر في نهاري رمضان المدة رمضان أو بعض رمضان وفي نفس الأمر كان مريضا يعني معذور بالإفطار لمرضه وفي نفس الأمر توفي ومرضه منازم له فلا قضاء عليه ولا صيام ولا كفارة مطلقه الحمد لله وهو معذور والله يقول وإن كان ذو عسرة فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني من أيام أخر يستطيع فيها أن يصوم وطالما أن المرض استمر به حتى مات فلا شيء عليه هل يلزم عند جمع المغرب والعشاء الفصل بينهم بسنة؟ الله إن حصل شيئا من ذلك فلا بأس والمسألة يعني محل خلاف بين أهل العلم في وجوب الاتصال بين الصلاتين المجموعة الأولى إلى الثانية فبعضهم قال يجب أن لا يكون هلاك فصل بل على كل حال ينبغي أن تكون الفاصلة هي الإقامة فقط وبعض أهل العلم قال إن المقصود بالجمع أن تجمع الأولى مع الثانية في وقت الأولى أو في وقت الثانية ولا يتعارض هذا مع وجود فصل بينهما وبناء على هذا القول ولعله على كل قول قوي وهو اختيار مجموعة من محقق أهل العلم لعل هذا القول إن شاء الله تعالى قوله مبارك وفي نفس الأمر إلى فصل بينهما بسنة أو نحو ذلك فلا يؤثر على صحة الجمع هذا يقول أنا مريض وأجريت لي عملية تسمى مفاغرة أي وضع كيس في جانبي لتحويل الفضلات أكرمكم الله جميعا وأنا أتوضى وأصلي وأجمع بين الصلاوات هل صلاتي صحيحة علما أنها تحصل بعض الأصوات من هذا الكيس أثناء صلاتي الله الذي يظهر والله أعلم بأن هذا يعتبر مضطرا لهذا الفعل وبناء على هذا فصلاته صحيحة تقول الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأعتوا منه ما استطعتم يهيد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالحمد لله ديننا دين يسر ورسولنا صلى الله عليه وسلم تقول عائشة ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما وبناء على هذا فلا يظهر مانع من صحة صلاته وإن كان الأمر كما وصف في سؤاله عبد العزيز من الرياض يسأل يقول ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وكذلك قراءة سورة البقرة في كل يوم والله على كل حال القراءة فيها فضل كبير ورسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل حرف مما يقرأه القارئ له فيه عشر حسنات وقال صلى الله عليه وسلم في تفسير الحرف لا أقول ألف لا ميم حرف فألف حرف ولام حرف وميم حرف فإذن لهذه ثلاثون حسنة يعني لأنها ثلاثة أحرف فإذن ما في شك من قراءة البقرة أو قراءة الكاف أو قراءة ما يتسر من القرآن كل هذا في الواقع مرغب فيه وفي ذلك فضل كبير لكن تحديد الأمر بزمن محدد أو بمكان محدد أو بأي هيئة محددة هذا يحتاج إلى نص في التحديد لأننا في الواقع مأمورون بالاتباع لا بالابتداء فكون أننا نحدد قيود لهذه القراءة هذا يعني أن التحديد يعتبر بدعة التحديد بدعة فكوننا نقول والله تقرأ البقرة كل يوم ضيب ما يخير على كل حل لكن لو قرأت بعد ثلاثة أيام أربعة أيام قد يقول لا ما تنفعك ما تنفعك يعني إلا في قراءة نقول هذا لا يجوز وخطأ أما مسألة تقرأها كل يوم أو تقرأها في اليوم ثلاث مرات أو تقرأها عشر مرات أو ما تقرأها إلا بعد أسبوع يعني تقرأها تجزئها أسبوع كل ذلك جائز الحمد لله ولا يجوز أن نحدد شيئا ليس لدينا نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله ولا من ثعل أصحابه لا يجوز لنا أن نأخذ بشيء ليس فيه نص يبيح لنا ذلك نعم يا شيخ عبدالله هذه إحدى الأخوات تقول الأختي كانت تحمل ولدها وطاح وسقط من يدها من غير عمد وتوفي هل عليها أغصيام أما دمى عليها شيء الحمد الحمد لله هذا قضى الله وقدره نعم الله يجعله شفيعا لهم يا رب آمين طيب يا شيخ بارك الله فيكم الأس لا يبدو أنها كثيرة هذا يقول هل يجوز توكيل شخص لحج الفريضة أنا أعاني من الخوف الشديد من الزحمة وركوب السيارات وعمري فوق الخمسين وأمشي بالعكاز الله طالما أنه يمشي فاليوم الله الحمد للأمور تيسرت إن كان أنه مثلا هذا فهو يستطيع أن يجد عربة أن يجد ذا ويسير في السيارة ويمكن أن يكون تكون سيارة يعني ليست كل يعني كل الأمور التي قد تكون حائلة دون قدرته فيما مضى تيسرت الآن وبناء على هذا فليستعين بالله والله سبحانه وتعالى يساعده ويعاونه ويعينه على أدائه هذه الفريضة أما كونه مجرد أن يقول والله لا أمشي على العكازة أنا أخاف من السيارة أخاف من الطيارة أخاف من كذا فهذا ما هو في الواقع إلا وهم وهذا الوهم لا يبيح له الاحتجاج به لإسقاط الفرض وفي نفس الأمر كونه الآن يقول أنا أسقط الفرض أنا ما أسقطه لكن أبوك الواعدي يقوم عني نقول لا يجوز توكيل توكيل إن كنت عاجزا فليس واجبا عليك إن كنت غير بالشطيع فلا يجب عليه وإن كنت قادر إلا إن قدرتك يعني كأن فيها شيء من عنك وأن نظر وكذا فعليك أن تستعين بالله ولا توكل أحد نعم بارك الله لكن ممكن أن يوكل إذا كان والله يقول وأنا والله وديني يعني أحد لكني ما أنا بقادر بالحيل وقد حجيت الفريضة وأنا أريد أن يوكلها على النفل فلا يظهر مانع من ذلك أحسن الله ليكم هذه إحدى الأخوات تقول أنا مقاطعة إخواني بسبب أنهم لم يعطوني من الورث لعلهم يرجعون إلى رشدهم وأحيانا أشوفهم عند أمي ما توجيه فضيلتكم والله يا أختنا الله يرضى عليك على إخوتك وكونكي الآن تقاطعينهم لأجل المال أو شيء من هذا أنت سليهم وأكثر من التقرب إليهم وفي نفس الأمر إذا كان لك حق في الدنيا فثقي بأن حقك محفوظ عند رب العالمين فأنت ممكن تقول تؤكدين تقول والله يا إخواني أنا والله محتاجة إلى حقي وأنا ما أبيعكم على أساس أنكم ما تعطوني حقي ولكن هذا لا يمنع أن تكون قريبة منهم أن تكون مواصلة لهم أن تكون شاعرة بوجوب الأخوة فيما بينهم تعاونوا تعاطفوا شفقة وأخوة ونحف ذلك هذا يجب أن يكون فيما بينها وبين إخوتها يعني ما يؤكد ما يؤكد الصلة فيما بينهم وفي نفس الأمر حقها حقها إن تنازلت عنه فلها أجرها وإن تمسكت به فأجرها فحقها محفوظ عند رب العالمين وقد تجده في حال هي أعوج ما تكون به من الحال التي هي فيه في الحياة الدنيا أحسن الله لكم هذا أبو مشاري يقول يا شيخ عبد الله أنا أمي حاطة عندي مبلغ من المال وأصرف عليها منه بدون علمها وهي كبيرة في السن مع العلم أنها ما ترضى والله على كله طالب إلى منها ما ترضى يصرف عليها من من طالما صحيح لو كان ما عندها شيء كان يلجمه يلجمه أن يصرف عليها من ماله صحيح هذا إذا كان قادر وأما إذا كان عندها من المال ما عندها ومع ذلك إلا على كل حال عن الذي يظهر لي بأن لك الحق بأن تصرف عليها من مالها ولا تخبرها بذلك نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هذا يسأل حفظكم الله وهو السؤال الأخير في هذه الحلقة يسأل عن تكبيرة الإحرام من فاتته ولم يلحق الإمام بها هل يكبر في أي وقت من الصلاة نعم لا يصح أن يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها الضمير عائد للصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وجميع التكبيرات الموجودة في الصلاة كلها واجبة إلا تكبيرة الإحرام فتكبيرة الإحرام ركن والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا تصح الصلاة إلا به بينما الواجب يجبره سجود السهوي في حال السهوي نعم سؤاله الآخر والأخير في هذه الحلقة يقول إذا صليت على كرسي بسبب احتكاك في الركبة هل أجر صلاتي نصف أجر القائم لا أبدا الحمد لله أجرك طالما أنك عاجز عن القيام أو عن الركوع أو عن السجود فأجرك كامل وأما الأجر الذي هو النصف فهو من كان قادرا على الصلاة صلاة النفل طبعا من كان قادرا على صلاة النفل وكان يصلي وهو قاعد فتجوز صلاته إلا أن صلاته له منها نصف الأجر جزاك الله خير يا شيخ عبد الله وبرك الله فيك وجعل ذلك في موازين حسناتك بارك الله فيك ونحمد الله على ما من الله سبحانه وتعالى به علينا ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات أن يكونوا قد استمعوا وقد أخذوا من القول ما فيه فائدتهم وما فيه إن شاء الله تعالى حل مشاكلهم ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يكون هذا آخر العهد بهم صلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي لأختام حلقة هذا اليوم ببرنامج فتاوى مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدوان الملكي جزى الله الشيخ الجزاء وجعل ذلك في موازين حسنات كما نسأل الله العلي القدر أن ينفعنا جميعا بما سمعنا ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه وأن يرفع عن الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ينصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوب وفي كل مكان نستودعكم الله أيها الإخوة ونلقاكم بإذن الله في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون